موقف محرج للغاية تعرضت له مذيعة كويتية في أحد البرامج وعلى المباشر بسبب زميلتها أظهر الفيديو الذي عاد إلى الواجهة وانتشر عبر مواقع تواصل الاجتماعي لقطة غريبة حدثت بين مذيعتين على المباشر فأثناء حديثهما في نفس الوقت مع الضيف حاولت إحدهما مقاطعة الثانية وممازحتها لكن الأخيرة لم تعر الأولى أي اهتمام وتجهلتها الموقف أثار غضب المذيعة الأولى وحاولت استدارك الوضع لكنها لم تستطع دعونا نتابع الفيديو كل شكر لك نواف معاك أحد في الحساب ولا ناشط لحالك لغروب ولا أنت تكون بروحك لازم نسأل يا بدور الناس تتساءل هل هناك طاقة مع نواف ولا أن نواف يشتغل لحالة في إبراز هذا الحساب لحد الحالي وأشتغل بروحي لكن هناك جزء أهم يعني أنا أعتبر كل منجز وكل متابع لي ساهم في نجاح هذا الحساب كثير من المتابعين كانوا يرسلون لي إنجازات أشخاص كويتين فهذا يعتبر هم مساهمين في أنا شكرا وجودك أنا أحب أن أسأل قبل الله في وجودك في صباح الخير كويت عن إنجازك المتميز ونتمنع لك إن شاء الله أنا أحب أن أسألك طبعا عفوا يعني مخرجنا أكيد رح يكون معنا أحب أن أسألك هذه الإنجازات ليس بس كويتية حتى دولية لا شك أن الموقف مزعج بالنسبة للمذيعة ومزعج كذلك بالنسبة لرواد مواقع تواصل الاجتماعي الذين لم يترددوا في انتقاد الفيديو وبيئة عمل المذيعتين مثل أبو فيصل الذي كتب إذا كانت العلاقة بين الزملاء بهذا الشكل تكون بيئة العمل فاشلة المغردة ألا انتقدت المذيعتين لأنهما برأيها لم يحسن التصرف في هذا الموقف بالتحديد ألا قالت بعضهم فعلا نقصات عقل الثنتين غلطانات ولو واحدة فيهم عندها فن حوار فعلا كان قدرت تتفادى الشيء اللي صار أبرار من جهتها ألقت باللوم على المذيعة الثانية التي تجاهلت زميلتها فقد قالت شكلها فهم أنه في وقت معين وخلاص تلحق ولما تلحق أشوف نجاح أي برنامج تفاهم المذيعين غلط كان على الأقل التفتت المغرد طارق لم ينسى الضيف فقد ذكره بتعليق طريف قائلا الضيف متوهج بينهم تعليق آخر اختارت فيها المعلقة إيمي أن تروي على المتابعين من خلاله تجربتها الخاصة فبرأيها المرأة عدوة المرأة إيمي قالت المرأة عدوة المرأة أنا كنت أعمل في مؤسسة وكانت جيني خطابات شكر من المدير العام تحسبونها كانت توصلني؟ لا مشرفتي تحطى بالدرج وتقفل عليها الله لي سامحها ما رأيكم أنتم مشاهدين في الموقف الذي حدث بين الموذعتين؟ ومن برأيكم يتحمل المسؤولية؟ شاركونا آراءكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة